السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته واسد الله مساءكم كل خير معكم أخوكم السطالقه ثاني من موقع تقبل حدود في جناح Qualcomm عندنا Qualcomm زودت سيارة في مرسيدس اللي هي بنوع من المعالجات اللي تستخدمها ورح يكون متواجد في عدد من السيارات المستقبلية من ضمنها هذه السيارة اللي هي أمامكم نقدر نأكد لكم عدة نقاط أنه هذا السيارة تستخدم معالج Qualcomm 602 A فالمعالج هذا الخاص راح يكون طبيعي بطبيعة الحال من سلسلة معالج السناب رقل 600 اللي ممكن تستخدم فيه أيضا في الهوات المحمولة والأجزة اللوحية الشيء الجيد في هذا المعالج أنه يدعم عدة أشياء أو نقاط كثيرة من ضمنها أنه جاء للواجهة أكثر تفاعلاً أكثر سلاسة فأنتوا زي ما تشوفون أما أنك تستخدمها بهذه الطريقة أو أنك تتحكم فيها بالعجلة الموجودة بالأسفل كافة الواجهة الموجودة أمامك هي رقمية كاملاً بما فيها السرعات السيارة الموجودة هنا أمامك أيضاً إلكترونية الشيء الجيد أنه في هذا الواجهة ممكن تتحكم فيها عن طريق العجلة الموجودة بالأسفل أو أنه ممكن تتحكم فيها عن طريق تقنية اللمس والخدمات الموجودة ممكن توصل لـ Navigation إذا حبيت وتوصل لعدم خدمات إضافية المعالج رح يساعدك أنه ممكن تتحول هذا السيارة إلى الشبكات LTE الجيل الرابع الموجودة فشيء جيد جيد جداً صراحة للأسف كواكم معلقة متى رح تكون متوفرة هذه المعالجات على السيارات لكن المستقبل يبشر بالخير أنه ممكن نشوف سيارة أكثر تفاعلة من السيارات اللي بالعادة إحنا نسوقها فنشوفكم آخر إن شاء الله بالسرعة